ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أمم إفريقيا للفتيان المقام بالجزائر متأهلاً بذلك إلى النهائي حيث سيواجه السنغال وغلب الجانب التكتيكي على مجريات المقابلة حيث عمد المنتخب المغربي إلى توخي الحدر أمام الهجمات المالية وانتظار الفرصة للضرب بالهجمات المرتدة لكن البيض ظل سائداً لأطوار اللقاء وتحلت كتيبة الإطار الوطني سعيد شباب الصبر أمام النزع الهجومية التي اعتمدها اللاعب الماليون فيما سنحت للأشبال بعض الفرص التي كانت قريبة من هزي شباك المنافس وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف احتكم المنتخبان إلى الركلة الترجحية التي ابتسمت للمنتخب المغربي بواقع 6 ل5